زاوية الإمام الشيخ أعمر بركان أحد الزوايا الكبيرة والعريقة والعتيقة أيضاً الواقع شمال ولاية برج بوري ريج تحمل رسالة واحدة وهاذفة وهي تعليم القرآن الكريم وإحنا رانا في هذه المدرسة يعني رانا نشطو إن شاء الله ورانا نشرف على هذه الزاوية ورانا نخدمه يعني لله في سبيل الله لتعليم القرآن الكريم لأولادنا أبناء زمورة حوالي 150 طالب وطالبة جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ليس التعليم في هذه الزاوية مجرد محفوظات يتلقها الطالب بل هي تدريب عملي من خلال احتكاك الطالبة بمشايخهم من الأئمة والشيوخ أيناء يعمد الطالبة من البنات والبنين في استغلال العطلة الشتوية من أجل حفظ ما تيسر لهم من آيات الذكر الحكيم في جو روحاني نحن في زاوية الشيخ عمر بركان المعروفة في زمورة والخاصة بالبنات أما بالنسبة في فترة الدراسة نقرأوا يوميا يعني كي يسترحوا البنات نقرأوا عادي نديروا الجزء الجديد وكي يكونوا في فترة العطلة الجمعة والسبت نعودوا الأحزاب استغلت هذه العطلة في الدراسة القرآن فأنا أحفظ كل يوم ثمن جديد وفي المساء أرجع حزب جئت لي أقرأ في هذه الزاوية زاوية الشيخ عمر بركان كي أحفظ القرآن واستغلت هذه العطلة عطلة الشتوية استغلتها في حفظ القرآن حفظ القرآن الكريم خلال العطلة الشتوية فرصة سالحة لطلبة العلم لأكمال العديد من الصور القرآنية في ظرف وجيس